من أهم هذه الأمور وأخطرها وأكثرها انتشاراً النظر إلى ما حرم الله للأسف معظم الشباب اليوم معظم الناس يعني يستخف بهذا الموضوع لأن النظر إلى ما حرم الله أصبح شيء اعتياد في حياتنا من خلال مشاهدة مقاطع على الإنترنت مسلسلات التلفزيون في الشارع في مواقع التواصل الاجتماعي فأصبحنا نستخف بهذا الأمر وهذا الأمر عظيم عند الله أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أن النظرة إلى المرأة بما حرم الله هي سهم من سهام إبليس مسموم من تركه ابتغاء مرضات الله وحباً في الله ومخافة الله سبحانه وتعالى وخوفاً من الله أبدله الله نوراً يجد حلاوته في قلبي والله أيها الأحبة دعونا الآن ونحن في أواخر هذه الأيان المباركة أن نجرب هذا الأمر كل واحد مننا أن يطبق يقول أنا لمدة يوم يوم واحد فقط لن أنظر إلى أي شيء حرمه الله سواء إمرأة فاتنة أو مقاطع على اليوتيوب محرمة إلى آخرين وانظر بإحساس غريب جداً في صدرك تجد حلاوة معينة تجد راحة نفسية أيها الأحبة علمياً أثبتت جامعة كامبرج أن كل اللقطات والمشاهد التي تدخل إلى الدماغ حتى لو كان لمدة ثانية يعني أنت لو عينك لمحت إمرأة فاتنة أو عارية أو متبرجة لمدة ثانية واحدة الدماغ يلتقط هذه الصورة ويخزنها ويعالجها فتجد آخر النهار لديك آلاف وربما عشرات الآلاف من الصور المخزنة التي ترهق الدماغ والدماغ طبعاً يتعامل مع هذه الصور بشكل طبيعي بشكل فطري الغريزة الحيوانية موجودة لدى كل الكائنات هناك هرمونات يتم إفرازها هناك عمليات كيميائية تتم في الدماغ إثارات معينة ربما لا تشعر بها ولكن هذا الأمر أثبتته جامعة كامبريج من خلال جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي الذي أثبتوا أن هناك مناطق في الدماغ وبخاصة منطقة الناصية تتأثر كثيراً حتى قالوا بالحرف الواحد والبحث موجود على الإنترنت لجامعة كامبريج أظن عام 2013 و2014 هناك دراستين يؤكدون أن تأثير الأفلام الإباحية على الدماغ يشبه تأثير المخدرات يدمر مناطق وخلايا من الدماغ إذن أخي الحبيب أنت عندما تترك النظر إلى ما حرم الله أنت أولاً تفيد نفسك أنت تحقق مصلحة شخصية بالأساس يعني إذا أردت مصلحة طبية ونفسية ومصلحة شخصية لك يجب أن لا تنظر إلا إلى ما أحلى الله سبحانه وتعالى اليوم مشاكل الطلاق أيها الأحبة عامل رئيسي منها النظر إلى النساء بما حرم الله عامل رئيسي لذلك مشاكل الطلاق كثيرة إذن النظرة أخي الحبيب إلى ما حرم الله إذا تركتها مخافة من الله سبحانه وتعالى وحباً في الله لأن الله يعني يريد لنا الخير يريد أن يزكينا يريد لنا الحياة الزكية الطيبة الطاهرة المطمئنة لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين وضع لك النبي أمامك قل يا محمد للمؤمنين لتتذكر وكأن الذي يخاطبك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي لم ينظر في حياته لمرأة قط بشهوة ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له أبداً هذا هو النبي تتذكر هذا النبي الرحيم الكريم الذي جاء لمصلحتنا جاء لينقذنا من غياه بالضلال والإلحاد انظر إلى الملحدين نسب الانتحار العالي نسب الاكتئاب مشاكل كثيرة لذلك الحمد لله نعمة الطهارة نعمة الصيام نعمة الزكاة الصلاة نعمة الهدوء النفسي التي يعيشها المؤمن مع القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى قال لك قل للمؤمنين قل يا محمد لهؤلاء المؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضوا يعني يقال غيض الماء يعني نشف تماماً يعني كأنه يقول لك لا تنظر نهائياً وكأن هناك بئر جافة تماماً يعني جفف منابع النظر إلى ما حرم الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم هذا هو المبرر الله يريد لك الحياة الزكية الهادئة المستقرة البعيدة عن المشاكل إن الله خبير بما يصنعون كاميرا إلهية موجودة يجب أن تراقب تراقب سلوكك لأن الله يراك سبحانه وتعالى فإذن أخي الحبيب النظرة يستخف بها كثير من الناس لتكن هذه الأيام ونحن في أواخرها مناسبة أن نبتعد عن النظر أن ننتهي عن النظر إلى ما حرم الله أن نعاهد الله سبحانه وتعالى أننا لا ننظر إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى القضية الثانية قضية قضية يستخف بها الكثير وهي النميمة قضية النميمة قضية خطيرة جداً أيها الأحبة لدرجة أنك لا تكاهد لا تكاد تجد من ينجو بنفسه من هذا الذنب الذي يمكن أن يهلك صاحبه أو يقحمه في عذاب القبر وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة اليوم نحن بكل بساطة نرى فلان نتحدث عليه نرى فلان نغتابه بما يكره والله سبحانه وتعالى ماذا قال شبه لنا تشبيه عظيم جداً أنك عندما تتكلم على أخيك بما يكره فكأنما أكلت لحمه وهو ميت أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه الإنسان لا يستطيع أن يأكل لحم دابة وهي ميتة فكيف يأكل لحم أخيه فأنت أعطاك القرآن صورة رائعة جداً ومرعبة ومخيفة كلما تحدثت عن إنسان أنا أعطيك تكتيك بسيط جداً إذا أردت أن تتحدث عن أي إنسان تخيل أن هذا الإنسان موجود أمامك ويسمعك أو أن هناك جهاز تسجيل يسجل عليك وسيصل كلام له ترتاح نفسياً تكلم بالكلام الذي إذا قلته بحضرته وكأنك تقوله بحضرته لا يؤذيه أو لا يغضب منك إذن النميمة نهى الله عنها وحذر منها وأعطانا مثالاً خطيراً هو عندما أنك عندما تتحدث على أي إنسان بما يكره فكأنما نهشت لحمه إذن هذا أمر خطير جداً معظمنا يغفل عنه قل أنا هذه الأيام إن شاء الله سأعاهد الله أنني لا أعود إلى ذلك حتى لو عدت فيما بعد لأن الإنسان ضعيف سيدنا آدم نسي ولقد عاهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزمة ولكن المهم التوبة المهم أن تعود وتتذكر حتى لو عدت وعصيت له أن تتذكر وترجع دائماً في حالة تذكر وتوبة لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال لم يقل إن الله يحب التائبين أو يحب الذين تابوا أو يحب الذين يتوبوا يتوبوا لا قال إن الله يحب التوابين يعني إنسان تاب أو تائب تاب مرة واحدة ولكن ما معنى تواب يعني كل يوم يتوب إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام ومن النبي من نحن بالنسبة لهذا النبي العظيم كان يتوب إلى الله أكثر من مئة مرة كل يوم يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إلي فإذن أخي الحبيب اترك النميمة منذ هذه اللحظة وانوي أن تتوب حتى لو رجعت توب ثم تعود وتتوب وهكذا على أمل أن تلقى الله وهو رضاً عنك العمل الثالث هو أيها الأحبة الذي أصبح يعني منتشراً وإذا أردنا أن نجد إنساناً صادقاً اليوم لا يكذب يكاد يكون الأمر بستحيلاً أن تجد إنساناً لا يكذب أبداً الكذب النبي عليه الصلاة والسلام حذر قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور تجد الإنسان الكاذب تحدث في دماغي هنا نشاطات في منطقة الناصية وراء منطقة الدماغ هذه وراء الجبهة تحدث فيها عملية نشاط زائد أثناء الكذب هذا النشاط يؤدي لسوء في اتخاذ القرار لأن منطقة اتخاذ القرار هنا أيضاً ناصية ويؤدي أنك تستسهل الجريمة يعني إذا رأيت إنسان يموت تستسهل ذلك يؤدي بك إلى الفجور يعني عندما يكذب الإنسان ويكرر الكذب يؤدي به ذلك إلى الفجور نحن تحدثنا عن دراسة علمية في هذا الموضوع وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب تجد يومه كله كذب حتى يكتب عند الله كذباً إذن أخي الحبيب عاهد الله منذ هذه اللحظة قل إن شاء الله سأترك الكذب منذ هذه اللحظة حتى لو عدت لا تترك الشيطان يقول لك آه أنت لن تستطيع أن تمارس كيف ستمارس حياتك من دون كذب إذن أنا سأكذب لا لا يا أخي الحبيب أنت عاهد الله اليوم قد تموت يعني قد تموت على الأقل إذا متت تموت وأنت تائب إلى الله وأنت قد عاهدته على أن لا تكذب إذن مبادرة سريعة بأن تصدق مع الله وتقول يا رب أنا أعاهدك أن أكون منذ هذه اللحظة صادقاً فأعني يعني أنت عليك النية أما الله هو الذي يتولى الصالحين وهو الذي يعينك لتحقيق هذا الأمر الأمر الرابع أيها الأحبة نجده عند كثير من الناس تجد على الموبايل يجلس على مقاطع الساخرة والقرآن حذر قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاء بأس اسم الفسوق بعد الإيمان هنا أيها الأحبة عندما تنظر إلى مقطع مثلاً ما يسمى بالكاميرا الخفية يستهزأ به في هذا المقطع بشخص معين وهذا الاستهزاء يضحك الناس عليه فأنت تسخر من هذا الإنسان وقد يكون هذا الإنسان خيراً منك وأنت لا تدري طيب أنا ما الذي يجعلني أجلس وأشارك في هذه السخرية ماذا ستقدم لي أمام الله يوم القيامة يعني أنا صحيفة يوم القيامة معقول يعني أخي الحبيب معقول أنت يوم القيامة تفتح كتابك لتقرأه تجد فيه مقاطع كوميديا ومقاطع ساخرة ومقاطع كذا وتجد فيه كل هذا الكلام الفارغ هذا هو كتابك يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبه أنت حاسب نفسك لا والله أنا بالنسبة لي أنا أحب أن يمحو الله من كتابي كل الأشياء التي الأشياء السيئة التي لا ترضي الله وأحب أن يملأ كتابي بذكر الله بأعمال البر بالأشياء التي أنا سأفتخر بها أمام الله سأفتخر بها أمام الخلق يوم القيامة المؤمن الذي يؤتى كتابه بيمينه ماذا يقول يقول فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظلمت أني ملاقن حسب يفتخر يضع كتابه وهكذا ويقول اقرأوا كتابي علنا ماذا في كتابه ذكر الله الصلاة مساعدة الآخرين بر الوالدين القرآن الكريم الصيام التسامح مغفرة أخطاء الآخرين هذه أعمال بر يفتخر بها ولكن الذي يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون الذراعا فاسلكوه طيب يعني بالله عليكم أليس فيكم رجل رشيد لماذا تلقي بنفسك في هذا المصير من أجل مقاطع تافها لذلك أخي الحبيب منذ هذه اللحظة قل يا رب أنا سأحذف من هذا الجهاز الموبايل لأنك إذا متت وهناك شيء مسجل عليك ربما يكون الأمر خطير بسأل الله سبحانه وتعالى العافية احذف كل شيء لا يرضي الله من جهاز الموبايل أو من جهاز الكمبيوتر وضع مكانه القرآن وذكر الله وإعجاز القرآن المقاطع التي تفتخر بها يوم القيامة أمام الخلق إذا منذ هذه اللحظة عاهد الله أن تترك مشاهدة هذه المقاطع الساخرة لأنها والله أيها الأحبة ستكون حسرة عليك لحظة الموت وفي القبر ويوم لقاء الله في القبر ماذا ستستفيد منها يعني جلسنا واستهزأنا بفلان وسخرنا من فلان وضحكنا وكذا هذا أيها الأحبة الإعلام العالم المدمر يريد هو يدار من قبل شياطين والعياذ بالله يريد أن يأخذ هذا الشيطان معه إلى جهنم أكبر عدد ممكن فلا تكون أنت من ضحايا هذا الشيطان القضية الخامسة أيها الأحبة قضية يعني معظمنا يستخف بها وهي الإسراف في الطعام والشرب يعني كثير من الناس اليوم يأكل 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 والله سبحانه وتعالى ماذا قال قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني وأنت مثلا أنا الآن أشرب هذا الكأس مثلا فعندما يعني غريزتي تقول لي اشرب المزيد والمزيد 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 فيجب أن أتذكر هذه الآية عندما أجلس إلى الطعام وأكل المزيد والمزيد والمزيد أتذكر هذه الآية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين طيب هذا تحذير خطير أنا إذا أكلت كثيرا معظم الناس يظن أنه حلال ولكن الله يقول يعني الله لا يحب المسرفين الله سبحانه وتعالى لا يحبك إذا أسرفت فأنت خرجت خارج دائرة محبة الله سبحانه وتعالى طيب ما الذي يضطرني أن أخوض هذا المصير السيء وأن أبعد نفسي عن محبة الله بيدي بسبب لا أنا أبدأ بالإقلال من الطعام والشرب منذ هذه اللحظة إذن أتوقف عن الإسراف ثم إن جامعة هارفورد أجرت دراسات كثيرة جدا على مدى الخمسين سنة الماضية أيها الأحبة وجدت أن أفضل 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 طريقة للوقاية من أمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي والوزن الزائد والسمنة والسكر وإلى آخرهم هو الاعتدال بالطعام والشرب النظام الغذائي المعتدل وهو ما أمرنا القرآن به إذن الله سبحانه وتعالى محبته تابعة لماذا يعني لماذا الله لا يحب المسرفين لأنه يريد لك الخير فإذا آذيت نفسك الله لا يحبك انتبهت أخي الحبيب يعني هذه التعاليم هي لمصلحتي ومصلحتك أصلا يعني أنا أنا كل هذه التعاليم التي أقولها الآن وهذه الأخطاء مدمرة لنا فالله أمرنا بالابتعاد عنها لماذا لأنه يريد لنا الخير يريد لنا الحياة المطمئنة القضية التالية أيها الأحبة قضية الغضب معظمنا يعني بعيد عن هذا الموضوع معظمنا لا يدرك خطورة الغضب معظمنا لا يدرك أن الغضب يدمر القلب معظم حالات الجلطة القلبية تأتي بعد نوبة غضب بساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبا كما في الدراسات العلمية الغضب يرهق القلب والدماغ والنظام المناعي يرهق نظامك المناعي يرهق إذا كنت تغضب طب ما هو العلاج كما قالت جامعة هارفرد التسامح والمغفرة ما هو ما أمرنا الله به إذن نعود للمصلحة الشخصية إذن أخي الحبيب تعاليم القرآن هدفها أن تحقق مصلحتك وسعادتك فقط يعني ليس هناك أمر ليس فيه فائدة لا يوجد في القرآن أمر لا فائدة منه فائدة شخصية أقصد في الدنيا بالإضافة إلى فوائد في الآخرة فأنت عندما تغضب وتعود نفسك على الغضب الغضب يقصر العمر الذي يطل العمر التسامح وهذا الكلام موجود على موقع جامعة هارفرد إذن أنا أعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب وأتخذ هذه الليالي العشر وهذه الأيام المباركة مناسبة أن أحاول أن أتوقف عن الغضب وأدعو الله أن يعينني على هذا الأمر لأن أحدنا لا يملك يعني قل قل يا رب تبرأت من حولي وقوتي ولجأت إلى قوتك وأنت تفعل ما تشاء سلم أمرك لله تسليم كامل توكل على الله وستجد الحياة هادئة جدا ومطبئنة وجميلة بالفعل يعني بعض الناس يتخيل أن الذي يلتزم بتعاليم الإسلام أن حياته تعيسة لا والله أحبت العكس تماما هو الصحية يعني أنا عندما كنت أدخن كانت حياتي تعيسة عندما تركت هذا الدخان عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بالفعل عوضني الله بالقرآن فأصبحت حياتي أكثر سعادة بأضعاف عندما تركت الغضب تحسنت حياتي كثيرا عندما بدأت أتسامح مع الناس ابتغاء وجه الله بدأت بتطبيق الصيام أصبح جاستي أكثر يعني نظام مناعي أقوى أكثر راحة أكثر طمأنينة أكثر سعادة أكثر صحة إذن كل هذه التعاليم هدفها أنت أيها الإنسان أن يسعدك الله ويجعلك مطمئنا لذلك ماذا قال تعالى انظروا معي إلى هذه الآية العظيمة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا طبعا ما معنى فلنحيينه حياة طيبة؟ حياة خالية من المشاكل خالية من الهموم خالية من الأمراض خالية من الاكتئاب لذلك تجد أن المؤمن فرح يعني أنا أقصى درجات السعادة عندي عندما أستمع لكلام الله هذه النعمة للأسف الملحد المسكين محروم منها محروم لا يشعر بها لذلك أحبتي في الله موضوع الغضب مهم جدا أن تتخلص منه بأقصى سرعة وأن تطبق قوله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور ورحيم القضية السابعة والأخيرة أيها الأحبة خطورة الظلم النبي صلى الله عليه وسلم توعد من ظلم شبرا من الأرض شبر من الأرض لا قيمة له طوقه من سبع أراضين يوم القيامة تصور أن سبع الطبقات من الأرض درجة الحرارة في باطن الأرض ألاف الدرجات مئوية نواة الأرض منصهرة حديد منصهر هل تطيق أن تعيش في هذا المصير طوقهم سبع أراضين يعني لنكون عاقلين أيها الأحبة فإذا كان ظلمك لشبر من الأرض سيهوي بك في هذا المصير طيب كيف بالله عليكم كيف بمن يظلم زوجته أو كيف بمن تظلم زوجها كيف بمن يظلم جاره كيف بمن يظلم من حوله ما هو مصيره كيف بمن يأكل أموال الناس بالباطل فراجع حساباتك أخي الحبيب راجع لهذه الحسابات وقل أنا منذ هذه اللحظة إن شاء الله سأتوب إلى الله سأنتهي عن الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة والله تعهد أنه سيجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين سينصر المظلوم ولو بعد حين والظالم يوم القيامة وضعه تعيس ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مغطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء هذا المصير المرعب الأسود لماذا ألقي بنفسي في هذا المصير؟ من أجل ماذا؟ لكي أظلم إنسان أغش إنسان أظلمه لآكل ماله ماذا سيقدم لي المال؟ أنا بالنتجة سأترك هذا المال وأذهب لن أخذه إلى قبري طيب أظلم هذه المرأة أو هذه الزوجة أو أظلم أبي أو أمي أو أولادي أو أظلم فلان من الناس من أجل ماذا؟ لا أنا أبدأ منذ هذه اللحظة بأن أتوب إلى الله أصل الرحم لأن أحد أنواع الظلم هو قطع الرحم أيها الأحبة فهذه الأعمال السبعة التي قلناها أيها الأحبة هي أخطاء مدمرة قد تدمر ثوابك بالكامل وتدمر حسناتك وأنت لا تشعر وتقحمك في عذاب القبر ولا ياذب الله نسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر وأن ينجينا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب في النار أخيرا أيها الأحبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يلهمنا الخير وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته